موسيقى 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 أولا سعيد بتوجدي هنا في مدينة غالصيفت الوجدي الحقيقة هو لحظة من اللحظات الانتعاش أيضا الفنية والإبداعية والسينمائية مع الساكنة ومع المنظمين ومع عالم الفنو الإبداع والمبدعين وخصوصا في جو اللي ممكن من خلاله أننا نتواصل ثقافيا نتواصل إبداعيا أعتقد بأنه كما قلت دائما وسأقولها وسأعيد وأكررها الثقافة والإبداع والفن هما الحل لا يمكن إلا أن نستثمر في الإنسان نستثمر في الثقافة نستثمر في داخل عقل وقلب المواطن لكي يصل إلى نقطة الانتشاء نقطة الإبداع الحقيقي تواجد أيضا في غرسيف هنا في هذه المدينة في هذا المهرجان في السينما الهامش كرئيس للجنة التحكيم باعتبار أن هذه مهمة صعبة جدا ومسؤولية لا بد أن نستثمر كل ما لدينا من إمكانيات تقنية وفنية وإبداعية من أجل الاختيال الأفضل من أجل أيضا الانتقاء الصحيح ومن أجل أيضا إعطاء مساحة إبداعية وفنية لكل من يستحقها سعيد جدا أيضا لتواصلي مع الساكنة ومع الجمهور هذه المدينة ربما لمدة سنوات لم أظهرها ربما منذ سنوات طويلة جدا وربما هذا اللقاء سيكون أيضا لحظة من لحظات التواصل التي أحبذها دائما من أجل اقتراب أكثر من الجمهور الذي يعشق الإبداع يعشق السينما ويعشق الفنانين المغاربة وأتمنى صادقا أنه من خلال هذا اللقاء أن أستفيد وأفيد أن أستفيد من كل المفنانين والمبدعين ومن أيضا من الجمهور ومن الصحفيين الإعلاميين وأن أفيد أيضا كل الشباب المتواجد هنا من أجل هذه اللحظة السينمائية بامتياز تالت شيء وأنه عندما نصل في هذه النقطة من خريطتنا ومن خرائطنا ومن جغرافيتنا في المغرب معناه أننا والحمد لله ما زال هناك فعلا قلب داخل كل مدينة وكل نقطة نقطة ينبض إحساسا صادقا بالتواصل في الرقي بالإنسان والرقي بالمبدع والرقي بالإبداع والرقي أيضا بالساكنة وأعتقد شخصيا أننا هنا جميعا نتواجد من أجل هذه اللحظة لحظة الإبداع والمغرب لديه مدعين ولديه إمكانيات لكي يتواصل إبداعيا موسيقى